في آخر بلاغ متعلق بالوضع الصحي بالبلاد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 حالة وفاة و5122 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم التصريح بها أولياً يوم أمس كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 1466 مصاباً من بينهم 144 حالة جديدة وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 252 في حين يخضعوا 59 شخصاً للتنفس الاصطناعي وعلى سعيد آخر أفد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ومدير عامل مركز الوطني لليقظة الدوائية رياد تخفوص بأن 2.5 حالة عن كل مليون جرع التلقيح مضاد لكورونا تسجل مضاعفات تستحق المتابعة الطبية وشدد تخفوص على أن أغلبية الحالات المسجلة تعاني أصلاً من أمراض خطيرة على مستوى القلب والأوعية الدموية بالخصوص الأمر الذي يجعل تعرضهم لمضاعفات شديدة على إسر تلقيهم التلقيح ناتج في أغلب الأحيان عن تلك الأمراض التي يعانون منها سالفاً وأكد عضو اللجنة على أن جميع أنواع التلقيح التي يتم استعمالها في تونس آمنة وبخصوص توصيات اللجنة العلمية أفد دخفوص أن اللجنة أوصت في اجتماعها الدوري لتقييم الوضع الوبائي بالبلاد أوصت بإلغاء حظر الجوالين والتمديد في إجراء التأجيل أو إلغاء التجمعات والتظاهرات بأسبوع واحد وبين عضو اللجنة أن هذه التوصيات تبقى قابلة للمراجعة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد